طيب خلينا دكتور نتكلم عن الطرق الحديثة لعلاج الصدفية وده اللي هيخلينا يعني نكون شوية سعدة وفكرة الناس اللي عندها طول الوقت خوف وقلق من فكرة الصدفية خاصة لو أم عندها ابنها أو بنتها بعين ومشاكل زي كده وهي ما عندهاش تقول يعني أنا كنت أتمنى أنها تكون فيها بس ما تكونش في حد من ولادي ففكرة أني أني إحنا عندنا نهاردة علاج أو أخبار سر حركت وعدتنا أني أنت هتقولها نهاردة معي أولا بالنسبة للمساحات الكبيرة من الصدفية فيه طبعا بنعاق بنعوض الدهانات أكتر حاجة بتدايق مريضة الصدفية من وقع التعامل الواحد معهم سنين طويلة الشكل والملل بتاع الدهانات إن أنا مثلا وصوصا في الشتاء ندخليها هي بتزيد في الشتاء للأسف فلما تيجي مريضة تقولي يعني أنا مثلا واخد حتة كبيرة أوه في ظهري وفي دراعاتي وفي رجلية لما أقعد كل يوم ده عايز حد متفرخ كمان إن هو يساعدها يساعدها كمان مثلا الظاهر مثلا أو الكتاب الكامل أو الرأبة فطبعا العلاج الضوئي بواسط الأشعة المنفسجية الجلسة الوحدة ممكن كأنها دهنت أسبوع مثلا جلسة خمس ست دقايق تبقى كأنها دهنت أسبوع كامل طبعا دي مهمة جدا الحاجة التانية العلاج الدوائي الداخلي اللي بناخده برضو بيفرق جدا ممكن يعني أنا ساعات لما بنتديه بنقول لي عايز مش محتاجة بقى تدهني كل شوية بنكتب لقى الشامبو طبي مثلا في مادة مضادة للصدفية بحيث ده طبيعي بيغمر الجسم كله ساعة الاستحمام فما بتحتاجش تقعد تدهن منه جسمها كله يعني في علاج بقى دلوقتي كمان العلاج البيولوجي العلاج البيولوجي دوت من الحاجات الجيدة جدا اللي ظهرت في آخر سنتين أو ثلاثة وبقت بتجيب نتاج حلوة قوي في مرضى الصدفية هو غالي شوية بس الميزة دلوقتي إن إحدى الشركات الدواء المصرية الوطنية بتنتجه وفي تبع التأمين كتير قوي بتصرف تبع التأمين فالعلاج البيولوجي دوت بيفرق جدا بيبقى في صورة حقنا مثلا كل أسبوع ولا حاجة لمدة شهور معدودة بيفرق جدا بيعمل كنترول جامد قوي للصدفية بيعفر مريض من دهنات كتير بيعفيه من مدة طويلة من العلاج لو حطينا ده مع علاج الأشعة المنفسية كمان فده بيخلي المريض الصدفية ما بقاش له التعب والقارب بتاع الزمان ده كان زمان المريض الصدفية بيقول لي يعني بقى عددهن كل يوم يعني تقريبا يوم كله نص دهان وبعدين الدهانات بتاعة الصدفية عيبا أنها لازم تبع مراهم دهنية فبتبقى لازجة فلازم يشالها يستحمى في أز الشتة فالموضوع كان صعب قوي يمكن هو ده اللي خلى السمعة بتاعة الصدفية سيئة صحيح طب هل دكتور العلاج الحراج بتتكلم عنه النهاردة فكرة يعني سواء الحق العلاج الفيولوجي والعلاج الضوئي هل الحاجات دي كلها دكتور فعالة في أن الصدفية ما ترجعش تاني ولا بيبقى مجرد أن احنا بنحسن الصدفية لوقتة معين ونرجع ناخد كورس كمان اه هي هقول لحظتك هو بأمانة هي حسب أولا هو كان خاد كورتزون قبل كده يعني حالات اللي هي ما تعكش فيها قبل كده بتختلف تماما حسب هي تعكش فيها قبل كده بالكورتزون ولا لأ وحسب المساحة لكن الشيء الأكيد أنها بتبعد المرض مدة طويلة قوي جدا وممكن مايرجعش برضو في بعض الحالات البسيطة ممكن مايرجعش قريب يعني في مرضى بيعضوا بالسنين ما تجيلهمش تاني وحتى لو قاتلوا تاني خلاص هو عرف إن الموضوع بقى بسيط يعني قاعد مثلا مرض كان بلازموا يقضي دهن كل يوم مراهم قد كده وكورتزون وقرف وإزعاج بياخد كورس مثلا 3-4 ترش ويقض عليه كذا سنة طيب ده حلو جدا ده حلو جدا فيه يعني كلنا عادي احنا معرضين احنا يعني ضغط مرض مستمر وسكر مرض مستمر سكر مرض مستمر اه ده هنا بقى أنا كمان هاخد فترة مش هاخد دوة خالص يعني حتى الضغط والسكر باخدوا مدى الحياة لكن ده باخد فترة ماخدوش تاني خالص وممكن ميرجعليش أصلا كمان يعني يا دكتور العلاج الضوء ده اللي بنتكلم عليه ممكن يندرك تحتية الليزر مثلا؟ ممكن جزء منه الليزر بس في الصدفية الأشعة الفوق البنفسجية دورها أكتر وده متوفر يا دكتور في مصر في عائدات كتير يعني متوفر مش غالي أو في عائدات كتير مش غالي والعلاج اللي بقولش دلوقتي بيحاول دايما نعمل تقارير بحيث يبقى تبع الجهة التأمينية بتاعت المريض إذا كان في مدارس يبقى تأمين ساحي المدارس إذا كان أي جهة تأمينية بتغطيه وفي جماعيات خيريك ويسد دلوقتي بتغطي الحاجات ديت فالمريض بيستخدمه بيبقى يعني مثلا حقنا كل أسبوع أو كل أسبوعين لمدة ثلاث شهور فيعني يعني زي ما حدوا بتقولي أقل من دوا الضغط